هذا السؤال بس ملاحظة صغيرة على عبر عن الخلية كيلفاني كتابة تلاحظون ان الالكترونات دا كاتت مستساوية ومستساوية هذا ما يهمكم انتم تفقد ردون رمز الايون الفلز ورمز الغاز او رمز الايون الغاز طيب تكتبون الخلية بهاي الشكل نازم تكون حافظين القاعدة وحافظين التعابير مال الخلية هما بالكتاب شو نسوي انه هو مختصر الالكترونات وكاتب معادلة تعبير عامة يعني شو بهاي الطريقة وبعدين مستخرجوا هذا الشكل انتم اللي هنا لها مصرحة يحبس انتم كيفكم بعادة دون زيادة اطمئنان كيفكم بعادة وممكن وسان هنا للسرعة فاكتباني بسرعة لانه الالكترونات من الساوية فاعرف تطلع لمعادلة عامة CO2-2AD رو هاعرف بعديين شلون يصر احتجى هنا في استحياني فماكن داعي رأساة انتم تكتبون هاي الطريقة هسا نحن نجي الى كم مجموعة من الاسئلة بالكتاب والتمارين تبدي بهل يمكن طيب اذا اجي السؤال قال هل يمكن هذا حدوث التفاعل تلقائي لولا او حدوث تفاعلات التأكسد والاختزاء تلقائي لولا تلقائي احنا من الضرورة نعرف انه الاجي عفو اي سيل النوت اللي هو جهد الخليل القياسي يكون موجب معناها تلقائي العكس اللي اخدناه بطاقة جوز الحرة من يكون موجب معناها غير تلقائي هنا العكس بجهد الخلية اذا كان موجب معناها تلقائي واذا كان سالب معناها غير تلقائي سابقا نقول انه دلتا جي سالب معناها تلقائي من خلال تا فهاي سالبة هس هنا بالعكس بالإي سيل سالب غير تلقائي طيب اذا اجيت واستخرجت إي سيل بعد ما حسبتها حسابيا طلعت لي موجبة فمعناها انه هذا تلقائي التفاعل واكتل تلقائي اذا طلعت سالبة يعني جهود الاختزال منهم سالب الناتج فيطلع هذا التفاعل غير تلقائي اكو كم ملاحظة هنا أنا سويتها اذا مطيني بالسؤال جهود اختزال يعني يسيل نوت لكل القطبين او المحالي الموجودة بالخلية ومطيني معادلة المعادلة اللي اقصد بها هذه المعادلة هي شي شي فأني اشوف يهو الانود ويهو الكثود اروح المعادلة اشوف يهو ديزداد ويهو ديقل ما اروح الاختزال وشف يهو الازغر لان احتمال الجهود ما تساعدني اشوف يهو الانود يعني مثلا الجهود شفت الانود ممكن رقم كذا هو اصغر بس من اجعل معادلة اشوف غير قطب او غير معنصر هو اللي يكون الانود فيهو نمشي حسن الص rich النمشي حسن لعiance هو الانود طيب إذا إجا عندي بالسؤال جهود وتعبير تعبير أقصد بهذا الشكل التعبير الشونا عرفه يهو أنود ويهو كاثود علمتكم أنه دائما مننا هاي كاثود ومننا يكون أنود يعني من جهة الإيمني يكون كاثود ومن اليسار يكون جهة الأنود بحيث يكون بطريقة كن بكاف النون كن باعتبار كاثود وهذا أنود طيب فيكون التعبير بهاي طريقة أمشي على التعبير واختار هذا الأنود مات الجهود وأضربه أقف وأضربه يعني أقلب إشارته وبالتالي أعتبر الأنود وأكتب لها معادلة تأكسد طيب من يكون عندي تعبير ومعادلة يعني من يكون عندي هذا الشكل وهذا الشكل مطيني اثنيين وما يجيش الصراحة بس أطمئنان نمشي على التعبير تمام طيب إذا عندي بس جهود أكيد أنا مثل ما تعلمنا سابقا بالتمارين والأمثلة أنه أنا أشوفي أهو أصغر واحد وأقلب إشارته وأعتبر الأنود وأكتب لها معادلة تأكسد هذا التلمارين الستة أربعة مطيني بالسؤال معادلة ومطيني جهود إذن أنا راح أمشي أمشي على المعادلة ألاحظ أنه النيكل كان صفر بعدين صار موجب اثنين أكتب لها معادلة تأكسد ألاحظ أنه مطيني هنا العنصر موجب اثنين قل صفر فبالتالي الكوبلة هنا رح يلاحظ أنه اختزل بعد ما أنا أكتب معادلة تأكسد واختزال الالكترونة راح أضيفها وبالتالي أكتب لها معادلة تفاعل عامة وبعدين أحسب أجود الخليل إيسال نوت عادي أجمع أشوف باعه وهذا هذا النيوت راح أقلب إشارة تصل موجب أو بوين 25 راح أطلع لي مثلا صالبة أو موجبه فبالتالي أنا راح أعتبرها التفاعل لو تلقائي أو غير تلقائي بس من جولة تلقائكم بإيسال ناتج الأخير موجب للسالب إذا موجب فهو غير تلقائي العفو تلقائي وذا سالب معناها غير تلقائي بهاي طريقة نعرف طيب أكو أسئلة تقول هل يمكن حفظ مادة في إناء وهي متكرم سؤال 17 بالأسئلة السؤال يقول هل يمكن حفظ مادة في إناء راح يكون المادة اللي متكونة منها هو الإناء اللي هو أنود والمادة اللي أريد أني أحفظها راح تكون هي كثود وكتب لها معادة اختزال يعني السؤال 17 لو نشوفه بأسئلة الفصل السؤال 17 هل يمكن حفظ مادة في إناء طيب السؤال 17 من أسئلة الفصل هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس في إناء من النيكل أم لا يمكن طيب مطير جهود اختزال ما للنيكل وما للكروم السؤال يقول هل يمكن حفظ مادة في إناء زين الإناء في إناء من النيكل إذن الإناء من مصطوع مصطوع من النيكل راح أعتبر النيكل هو الأنود ويكتب له معادة تاكسود ورح أقلب إشارة أصل موجب 0.24 وهذا اعتبره مع اختزال وبالتالي استخرج الإيسال واضح؟ فإذا لقيت التفاعل الخليط طلعت لي موجبا إذا طلعت لي تفاعل موجب فهو معناها تلقائي تلقائي إذن معناها أكو تفاعل موجود إذن يمكن حفظ إذا طلعت لي السالبة معناها لا يمكن نتأكد من ذلك هو بالسؤال الشكراتي لا يمكن خلينا نشوف نكتب له معادة تأكسود النيكل باعتبر هو الإناء فبالتالي ينتج النيكل موجب 2 زائد 2 أليكترون والإي نوت أنود يساوي موجب 0.24 بينما النحاس سيو موجب 2 زائد 2 أليكترون ينتج سيو والإي نوت كاثود يساوي موجب 0.34 طلعت لي التفاعل موجب طلعت لي هنا من أجرح تسوي أكيد سيطلع لي ناتج موجب بالإي سر ألاحظ هنا الإي سر نطعت لي موجب معناها أكو تفاعل موجود معناها ما أقدر أحفظ المادة تخيلوا إياي أنه أنا عندي مادة نانم معينة محلول أحفظ مثلا الملح بهاي الوعاء ألاحظ أنه هذا الوعاء أكو تفاعل يعني الملح سيصير بذوب أو يصير بفتش هناك أكو تفاعل مثلا ما أقدر أحفظه أنا وأحفظ عليه فأكو تفاعل يعني معناها موجب معناها لا يمكن الحفظ ماشي ومن يكون موجب معناها تلقائي من يكون سالب معناها غير تلقائي طيب السؤال الآخر السؤال 12 اللي هو بيّن أيهما يحرر الهايدروجين طيب إذا أجي السؤال هل يمكن أن تحرر الهايدروجين إذا أجي وأكتب الإي سرنا طلعت لي موجبة معناها تلقائي معناها يتحرر الهايدروجين ويطلع علي السالب معناها غير تلقائي معناها ما يتحرر السؤال الآخر دائما أعتبر الهايدروجين كثود فالسؤال الآخر يقول بيّن أيهما يحرر الهايدروجين الألمنيوم أم الذهب رح أخذ مرة الألمنيوم وأعتبر الأنور وأعتبر الهايدروجين كثود وطلع الإي سي الماتة وأخذ الذهب ولي الهايدروجين رح ألاحظ يحرر هادروجين لا تقوم بحيث تفاعل تلقاء بحيث تتحرر الهادروجين إلا حطة الألمنيوم الأيسل لا تطلعت فيها موجبة لأن هناك إذا اتبعت هذا الأنود سنقلت بشكلة تصلي موجبة وهذا هي الهادروجين عهي الهادروجين القياسي فعلا طلعت موجبة سيتحول الى بحيث سالب BY فهي الهادروجين كثوت فتطلع الآن السالب بعدها استفعلان إذا انه حكتبها بالجواب أن ألمينيوم هو الذي يحرر الهادروجين طيب أيضا من الأسئلة المهمة اللي هو 88 هل يمكن إذاب الفلز معين في محلول أقدر أذوب طبعا هذه النقطة أو هذه الملاحظة هي عكس الملاحظة مع الحفظ الحفظ أنه أنا أريد أحفظ مادة بعدين أرجع لها أخذها ما بيها أي شيء فالموجة بتلقائي معناها مينجر يحفظ عكس هنا هنا بعد ما أنا أجي أحسب الإيسير طلعت لي موجة معناها أكد تفاعل تلقائي موجود فإذا لم يكن الآن أقدر أذوب المادة بس إذا لم يكن تفاعل موجود الآن أذوب مادة معينة وهذا على تطبيق تمرين سمانيا